جنابك أعرف بعدما انتهت الحمد لله وشكرا للانتخابات بسلاسة ونزاهة أشاد بها جميع كان دولياً إقليمياً حتى محلياً بيّنت النتاج أنه هناك أي انتخابات يجب أن يكون فائز وأحزاب فائزة وأحزاب ليس لدى الفوز بها يعني مقاعد يمكن أن نشارك الديمقراط الكردستاني الحمد لله وشكرا منذ ثوابت الأساسية لأنه كان الأول كثير من الانتخابات والهذه الانتخابات أيضاً حصل على 39 مقاعد وممكن أن يكون 2 أو 4 بعد يكون هذه التحالفات من بعض المكونات الأخرى أهم أولوياته أن يكون هناك تشكيل حسب بيان الزعيم السعود البرزاني وبيان حزب الديمقراط الكردستاني أن يكون هناك أولاً حكومة قوية واحدة برلمان قوي بيشمرقة واحدة قليم واحد من أجل الدفاع والشروع عن أخذ مصالح قليم كردستان إضافة إلى حل كافة الإشكالات مع حكومة الاتحادية إضافة إلى أن يكون هذه الحكومة مخالفة لكثير من الحكومات التي كانت موجودة باعتبار يجب أن يكون هناك اتجاه واحد مصلحة قليم كردستان تضع فيه فوق كل الاعتبارات الحزبية الكتلوية إضافة إلى البرامج الانتخابية التي تم الاتفاق عليها هي مساعدة الشباب فرص عملهم دعم النساء إضافة إلى حل الشكالات قلنا مع الحكومة الاتحادية كل هذه الأمور الآن أمام الحكومة الجديدة التي سوف تشكل مع بقية الشركاء الأخوة الموجودين اللي فازوا أيضاً بالاتحاد الوطني أي حزب يعني اللي طرحها ديمقراطي كل سنواء ختم أنه يدنا ممدودة لكل الأحزاب التي ترغب أن تكون تشارك بشراكة حقيقية وليس شراكة أن تكون معي صباحاً ومساءاً تكون بالمعارض يعني رجلنا هذا الأمر بعد ما مقبول والكل متفق على هذا أعتقد الأجواء الآن إن شاء الله خلال أيام قادمة بعد ما تم هناك تصريحات من الطرفين من بعض الأحزاب الموجودة أن يكون هناك حوارات شريك الديمقراطي شريك أساسي له الحق بالتصويت على بعض القرارات المهمة له يعامل على حسب مقاعده نعم شريك الديمقراطي بالتحالفات طبعاً باعتبار أنه أنت قلت لك برلمان قوي عند دقة برلمان قوي والمشاركين وياك نفس اللي اتفقنا عليه الآن كبرنامج حكومي كآلية عمل مستقبلي لإقليم كردستان أعتقد ستكون قراره ومشارك ونيش قلت لك يجب الشراكة حقيقية تكون لديه لا يكون مثل ما ذكرت جنابك يكون أولاً قرار واحد قوي نجيب حتى إلى بغداد بوافد مشترك وأكو يعني حقيقة هناك في الأفق أنه يكون هناك عادل التحالف الاستراتيجي اللي كان موجود حسب المعطيات الموجودة وإن شاء الله الأمور سايرة إلى رغم كل اللي نسمعها ورغم كل الإشكالات التي تنطرح أعتقد الأمور سايرة إلى تشكيل حكومة قوية من جميع الأطراف المشاركة بالانتخابات ترجمة نانسي قنقر